البي بي سي بتتلقى بيقولوا البي بي سي عاملين بيان عندهم راسين عاملين فهى رجالة يعني البي بي سي تتلقى شكوى بشأن تقرير اعتبرته السلطات المصرية تحريضيا لا انا بيقول البي بي سي لا تحريضي انتو محطة تحريضية انتو قناة وإزاعة قسم عربي بتستهدفوا الدولة المصرية انتو بتروجوا اكاديب وشائعات انتو بتنتجوا افلام تسجيلية للحد والخط من شأن الدولة انتو مش محطة بريئة انا انتزع عنكم البراءة انتزع عنكم المهنية انتزع عنكم الموضوعية كل من يعمل في البي بي سي سواء مكتب القاهرة او مكتب لندن تحت طائلة هادة عدم اخلاقية الاخبار عدم شرفهم المهني غير موجود بيتكلموا بيردوا على الهيئة العامة السلامات بيقولوا وتؤكد البي بي سي ان مكتبها في القاهرة ملتزم بجميع القوانين المصرية وان بي بي سي لديها علاقة عمل بناء مع صورة المصرية انا بقول مكتب البي بي سي في القاهرة ومكتب البي بي سي في لندن ان كان يلتزم بالقوانين المصرية لكنه لا يلتزم بالاخلاقيات المصرية لا يلتزم بالثقافة المصرية لا يلتزم بالمصالح المصرية لا يلتزم بالامن القوم المصري بقول تاني ما يقوم به مكتب البي بي سي في القاهرة والمكتب الرئيسي في لندن والاخبار اللي بتنتجها اللي بينفق عليها زي ما قلت قبل كده أكتر من مرة قطر مئة مرة قلت مدعومة قسم العرب بها تلزع المنطرية مدعوم مئة مرة قلت هذا الكلام الكلام اللي قالوه البي بي سي هو والعدم سواء صياغة ركيكة صياغة بها كتير من الميوعة صياغة ميوعة واضحة في مفردات بيظهر من بين ثنايا الكلام والمفردات رائحة كريهة رائحة كريهة ليس لي علاقة بالبي بي سي ولا أحاول أن أحط من شأن أحد فأنا أحترم الجميع لكن عندما يقف هؤلاء في مواجهة دولة مواجهة أحلام شعب بيستغل ويستثمر بخبص شديد وأضع السم في السم كما قلت بالأمس لابد أن أقف له بالمرصد وإلا أكون خائناً لبلدي ويكون محجوز لي مكان هو الأسوأ في الجحيم لأن أقف على الحياد وأحذر زملائي وأحذر زملائي في كل مكان مرتبط بمهنة الإعلام والتواصل مع الناس ألا تقفوا على الحياد في قضية مثل هذه القضايا فالحياد هنا خيانة الحياد هنا خيانة تعالوا شوفوا أنا بأهاجم البي بي سي أنا بأقول تاني لكل الناس النخب اللي مش عارف أي حد يكلموا البي بي سي لابد قاطعوا البي بي سي قاطعوا البي بي سي حتى تعود إلى رشدها وإن كنتوا متأكد أنها لن تعود لا تعرف الرشد الإعلامي بأقول تاني قاطعوا البي بي سي كموظفين كخبراء قاطعوا البي بي سي انتصار لوطنكم انتصار لبلدكم نحن والبي بي سي على طرفي نقيد فهم يهاجمون الدولة في مقتل في مفصل بيستضيفوا إخوان وإرهابيين وبيصيغوا أخبار بنية مبيتة لتعكير المزاج العام في مصر ده ثابت لا خلاف عليه ولو كان الأمر بيدي ولو كان الأمر بيدي وكنت مسؤولا لأغلق مكتب البي بي سي وتردت العاملين فيهم حتى يعودوا مرة أخرى لجدة الصحاب ويحترموا قانون هذه البلد وظروف هذه البلد مثل ما يحدث في انجلترا